لبنان اليوم مجلس النقد كيف بيقدر يأمن كلها الكمية الدولارات مقابل كلها الليرة اللبنانية الموجودة بالسوق جيد جيد وشكرا لهذا السؤال لأنه كتير عم بيصير في كمين لغض بهذا الموضوع الناس رح لك شو عم بيقولوا الخبراء جميلة عم بيقولوا أنه نحنا البنوكي بدون من المصري في المركزي 73 مليار دولار بالدولار صح ونحوي عنده 17 مليار دولار احتياط كيف في 17 مليار بدي تفعلهم مزبوط يعني عليه كسر 60 مليار بهيك عم نسمع هيك عم بيقولوا بس مهني المشكلة أنه لو قريتوا ونسمعوا وركزوا شوي قال لي حقيه هنكي لأنه كان جدا دقيق بيحكي بالانترويو أنا رح جاري بوطعه معيك اليوم اليوم نحنا المصري في المركزي عنده 30 ألف مليار ليرة هاي دي ليرة مطبوعة متداولة بالسوق 30 ألف مليار ليرة وعنده المصارف اللبنانية حطين عنده ودايع 55 ألف مليار ليرة باللبناني حطين عنده ودايع 73 مليار دولار هاي مكي عم بيقول نحنا بدنا نغطي المطلوبات المصرف المركزي بالليرة ما قلنا علاقة بمطلوبات الدولار دي مطلوبات الليرة 30 مليار مع 55 مليار بيطلعوا 85 ألف مليار ليرة هو 85 ألف مليار ليرة إذا كان عندك سعر سعرف 8 ألف أوكي عال 8 ألف بدك أحتياط 10 مليار دولار دولار 10 مليار نحنا عنا إياها هاي دي عال 8 ألف عال 8 ألف وإذا كان عال 5 ألف بدك أحتياط 17 مليار كمان عنا إياها وبالتالي نحنا اليوم عنا احتيات بيقدر يغطيلك الكتلة النغضية بالليرة على الثمانة ألاف وعلى السبع تألاف وعلى الستة ألاف وحتى على الخمس تألاف حتى في دول كان عندها احتيات صفر وعملت مجلس نقد لأنه كمان في طريقة تقنية بس مش رح فوت بالتقنية بكرا البروفيسور هنكي بيقدر يتوسع فيون اكتر مني لأنه هو عند خبرة اللي عم جاري بقوله انه عنا احتيات كفائية أكيد عنا احتيات كفائية وعلى الخمس تألاف عنا على الأد وإذا سعر الصرف أكتر من خمس تألاف هلا طبعا مش نحنا منقرر إديك سعر الصرف نحنا منترك السوق يحدد سعر لكن في طريقتين بالأكوادور وتعملوا دولة عرب الأكوادور وذا ما عملوا مجلس نقد اجت الحكومة وحملت الحسابيات وقالت هالأدي بدي حط سعر الصرف وطلعت غلط يعني طلع انه ما لازم من عمل هيك فتعلمنا من تجربة الإكوادور أنه أحسن طريقة لتحديد سعر الصرف هي تجربة بلغارية وشيك نحنا منحب نعطي المسأل بلغارية اللي هو على فكرة بلد بيشبهنا وبيكل نفس الجبنة البلغارية اللي نحنا نأكلها كمان والحالم إذا بدك الكولتشر تبعهم تشبهنا كتير وكان في كتير فساد عندهم وكان القطاع المصري في مكسور وقت عملوا الكارنسي بورد والكارنسي بورد رجع رد المصارف للحياة ومع العالم أنه هنه ما كان عندهم هيدا الاحتياط الألزامي اللي نحنا عنايه هنه كان عندهم يمكن مليار دولار أو شيء أكيد ما هو هنكيو دولار روزيار وقتا قاعدوا وعم بيدرسوا مشكلة لبنان بديك تشوفي شو أنت مصادر القوة وشو مصادر الضعف ببلد عنده 17 مليار دولار وعملته عم تنهار طب ما خلص بتعمل احتياط مية بالمية حلت مشكلة العملة لو كنا ببلد تاني يمكن كانوا طلعوا حال تاني بس لأنه نحنا بلد هالأدي هلأ كنت عم تسأليني بدي اسألك أيضا لأنه كمانا أخذ بعين الاعتبار يمكن الدهب الموجود عند لبنان طبعا صح أو لا صحيح هو هيدا الشي اللي قالوا بس أنا بعرف أنه قصده يقول أنه يا جامعة أنتو عندكم 17 مليار دولار وعملات أجنبية وعندكم 17 مليار دولار دهب ماشي وانتو ما بتكون أكتر من 17 مليار دولار لا تقدروا تغطط كتلة النغضية اللي هي باللبنان فبتلي فيكم تعملوها على الدهب وفيكم تعملوها على الدولار إذا برأيكم أنه هو ما بدي يفوت بالتفاصيل السياسة الداخلية هو عم يعطينا الخيار عم بيقولنا عندكم دهب عندكم دولار هلأ أنا بعرف أنه هو بفضل على الدولار لأنه الدولار أسهل تسيله هلأ طبعا نحنا قلنا له أنه خير بس إذا نحنا نغطي الدهب هل من كل عم مفرد بالدهب مثلا فهو الجواب كان وفعلا يعني تاريخيا هذا الشيء دايما صار أنه أنه إنت بس تعملوها ببقى يزيد الإحتياط طبعا فبتلي إذا بتعملوها على الدهب وعندك 17 مليار دهب بزيد الدهب في لبنان ما بيقل بيصير أكثر من 17 مليار وبعدين بش بعت شوي أي لأنه مفهمني فصراحة كيف بزيد وإذا بتعملو إحتياط هلأ من الكي وإذا بتعملو إحتياط على الدولار بيزيد إحتياط الدولار وهذا اللي صار مثلا بكل الدول اللي عملت قارنسي بورد في بالغارية كان الاحتياط تبعهم تقريباً 600 مليون دولار. تبلشوا المنزل. وأتقالوا إنه نحنا بدنا نعمل المنزل بعد شهر. نحنا كيف منحدد سعر الصرف؟ نقول بنا نعمل المنزل بعد شهر. بهيدا الشهر منحرر كل شيء اللي عليقه بالليرة طبعاً. مش الدولار. دولار حديث تاني. وبالتالي بيصير أي إنسان معه ليرة بيقدر يروح على البنك أو عند الصعيرا فيه ويصرفها على سعر السوق. كان عنده وديعة بالليرة ولا كان عنده كاش بالليرة. ومنقول للجمهور للناس إنه من هلأ لشهر نحنا بدنا نعمل مجلس نقد. وسعر الصرف تبع هيدا المجلس النقد سوف يحدد بهيدا الشهر. ما هيك؟ اللي بيصير إنه الناس اللي معهم اللبناني عندهم خيار يروحوا يحاولوا اللبناني على الدولار على ١٠٠٠ إذا بدون. وهيدا السعر السوداء هلأ. وإذا ما بدون فيه يخلوه. شو الأفضل؟ اللي بيصير بهالووضع إنه كل الناس اللي بيفهموا كيف بيشتغل مجلس النقد. اللي هي صناديق الاستثمار الدولية وبعض المختاربين اللبنانيين الأسكي أو حتى بعد اللبنانية الحرابية يعني. بيفهموا إنه أنا بعد هيدا الشهر سعر صرف الدولار رح ينزل. وبتلي أنا لمصلحتي حول الدولار للبناني لأنه اللبناني بدو يقوى مش حول اللبناني للدولار. سهرته إنه أنا بدي عين هنكي مستشار لألي. مش مش كن سلطنت بيقبض مصاري مستشار عباليس. أوكي. الناس بتعرف إنه هنكي بدو يعمل كارنسي بورد. وابد لأنه كان حيكي إنه أنا إذا بتعين بعمل كارنسي بورد. بات مالا عم بيحكي باللبنان. النهار اللي أعلنوا إنه بدوني عين وكان بعد ما تعين. نزلت العملة الإندونيسية يعني نزلت دولار 25 بالمية. أوكي طيب. يعني إذا كنا بلبنان وبدو ينزل 25 بالمية. بينزل من 8 ألاف إلى 6 ألاف. هيدا ندمي بس عند الإعلان.